بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فمن المشاكل التي يورط فيها الإنسان نفسه أنه يكتب في حياته لورثته فقد يخص بعضهم بما لا يخص به الآخرين وقد يقسم هو الميراث في حياته زعما منه أنه يريد بذلك أنه إذا مات لا يختلفون ولا يكون بينهم مشاكل سبحان الله العظيم ما لك ولما يكون بعدك في الدنيا أنت مقبل على دار البرزخ التي هي بين الدنيا والآخرة وهذه الدار سيكون فيها امتحان وسؤال عن الرب والدين وعن الرسول وسيكون فيها نعيم أو عذاب فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فلماذا تحمل نفسك شيئا زائدا تسأل عنه بين يدي الله عز وجل لماذا كتبت ولماذا خصصت هذا دون هذا ولن ينفعك أن تقول أنني خصصت ابنتي دون ابني لأن ابني ليس له أولاد وإذا مات سيرثه أبناء عمه أو كذا وهم لا يخدمونه فأنا أردت أن أحرمهم تحرم من أنت مقبل على سؤال وعلى دار برزخية الله أعلم بما سيكون لك فيها فلا تحمل نفسك سؤالا فوق ما ستسأله بين يدي الله تبارك وتعالى والواقع يشهد أن الكتابة لا تمنع المشاكل بين الأولاد بل للأسف تزيد المشاكل بين الأولاد فعلى الوالد أو الوالدة أو من له شيء من المال يكون فيه الميراث أن يكتب ما يجب عليه من أداء ديون عليه أو حقوق له من مال عند الناس أن يكون كاتب لهذا وأن يكتب الوصية التي يوصي فيها بما يحتاج أن يوصي به وإن أراد أن يوصي لغير وارث بما لا يزيد على الثلث فله ذلك لكن الوارث لا وصية له فلا يكتب له شيء ولا يوهب شيء في الدنيا إلا أن يسوي الوالد في هبته فيهبوا أولاده مثل بعضهم أما أن يخص بعضهم بهبه أو أن يخص بعضهم بكتابة لما بعد موته فالكتابة لما بعد الموت ما هي إلا وصية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وفي حديث الهبه اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم فلما يأتيني سؤال الآن عن امرأة فاضلة لها بنت وهذه البنت لها أولاد ولها لهذه المرأة ولد يعني عنده مرض من أمر قد لا يتزوج معه أو لا ينجب معه فهو سيكون بلا أولاد فهي تريد أن تكتب نصيبها أو مالها لأولاد ابنتها ولا تكتب للولد لأنه معاق وإذا مات في ظنها أنه إذا مات يرثه أولاد عمه وأولاد عمه لا يسألون عنه وأتمنون موت أقول لها أولا أنه إذا مات في حياتك وحياة أخته فإن أخته ترث فيه النصف لأن الله تبارك تعالى قال إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وأما أنت فبما أنك أمه فإنك ترثين الثلث فلن يتبقى لأولاد عمه إلا شيء يسير فلو أنك أرحت نفسك وتركت الأمور لما قدره الله تبارك تعالى ربما أبناء عمه لا يسألون عنه الآن ربما يهديهم الله عز وجل فيعرفون حق الرحم ويصلون ويقفون بجانبه ربما إذا كتبت وحرمت أولاد عمه إن كان لهم شيء يسير من الميراث يحرمون منه بكتابتك لأخته ولأولادها ربما يعادونه ربما إذا احتاج إليهم لا يسألون فيه ويقولون أمه قد حرمتنا من الميراث فلن نسأل فيه فليذهب إلى الجحيم لماذا نجد هذه العدوات إذا كانوا هم الآن قاطعين ونحن لم نحرمهم فكيف إذا حرمناهم ماذا سيفعلون قد يفعلون شيء يصل إلى لا أسمع أن فلان قتله أولاده عمه أو قتله إخوته أو قتلهه بسبب هذه الدنيا الفانية الحقيرة التي لا تساوي عند الله جناح بعض فأنصح كل رجل وكل امرأة أن لا يكتب شيئا إلا ما يتعلق بالدين الذي عليه أو الذي له أو ما يتعلق بوصيته الشرعية لكن الميراث والأمور المادية يتركها لما قسمه الله تبارك وتعالى فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وإن المحاكم ما زالت في هذه الأمور المتعلقة بالميراث تحكم بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله وسلم وبما جاء في كلام الفقهاء في فهم الكتاب والسنة فلنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ولنترك الأمور كما كتبها الله وكما شرعها عز وجل ولا نتدخل لا نفكر فيما بعد الموت من أمور الدنيا نفكر فيما بعد الموت من أمور البرزخ ماذا سيكون حالنا إذا سئلنا من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيك وبماذا عرفت ذلك وسيكون هناك نعيم وعذاب في البرزخ فالقبر إما روض من راضي الجنة وإما حفرة من حفر النار فالذي هو مقبل على ذلك لماذا ينشغل بالدنيا من بعده وبما سيكون نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر